أصلاح الخير وأنا بكم في حلقة جديدة من شبابيك إشكال فردي بين شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين أخذ منحا تصاعديا أعقبه أحراق مخيم بحنين للاجئين السوريين بالكامل في منطقة المني شمالي لبنان هذه الجريمة التي وقعت في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي أدت إلى تشريد أكثر من أربعمائة لاجئ هربوا من ألسنة اللهب فتشتتوا في مخيمات أخرى أو وجدوا ملاثا آمنا مؤقتا عند عائلات لبنانية في شباكنا الرئيس لليوم نتوقف عند مصيرهم والجهود المبثولة لمساعدتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان ألا إبليحة فنانة أردنية تتقمص شخصيات شهيرة مستعينة بمصاحيق التجميل في شباك أخضر نصلة الضوء على أهمية السلاحة في البحرية وبعض أصنافها مهدد بالانقراض تابعونا نبدأ كالعادة بشباك العالم وأبرز صور اليوم صورتنا الأولى من بريطانيا وهذه مجموعة دومان صنعت من الصوف وعلقت على صندوق للبريد مقابل مستشفى سوف أند يونيفورسيتي في تحية للطاقم الطبي الذي يصارع وباء كورونا إلى هذا الشارع الخالي في العاصمة اليابانية توكيو بعد أعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بكورونا وهنا في الهند يشق هذا القارب طريقه وسط الجليد الذي يغطي بحيرة سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت نحو أربعة ألاف وفات أما أوروبيا فقد أحصي ما لا يقل عن خمسة وعشرين مليون إصابة بكورونا منذ بدء انتشار الوباء وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إطلاق دعوة تطالب فيها باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار السلالة الجديدة من الفيروس رويدا رويدا يقترب عدد ضحايا فيروس كورونا عالميا من حاجز المليونين إجمالي الوفيات تخطى عتبة مليون وتسعمائة ألف أما الإصابات فتجاوز عددها ثمانية وثمانين مليون حالة الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول سجلت رقما قياسيا جديدا للوفيات بالفيروس خلال 24 ساعة بلغ نحو 4000 وفات وفي الوقت نفسه سجلت أكثر من 265 ألف إصابة جديدة بالفيروس أوروبا التي تستأثر ب30% من أعداد الإصابات في العالم سجلت ما لا يقل عن 25 مليون إصابة وأكثر من نصف مليون وفات منذ بدء الجائحة ما أحدى بمنظمة الصحة العالمية إلى الدعوة إلى تشديد إجراءات الحد من انتشار السلالة الجديدة من الفيروس مع زيادة سرعة الانتشار وشدة المرض فإن السلالة الجديدة من الفيروس تثير القلق وبلا زيارة الضوابط لإبطاء انتشاره سيكون هناك تأثير متزايد على المرافق الصحية التي تتعرض للضغط بالفعل المملكة المتحدة تأتي في الطليعة 1162 وفاة من جراء كورونا آخر حصيلة يومية يضاف إليها ما لا يقل عن 53 ألف إصابة بعيدا في أمريكا الجنوبية تجاوزت أعداد الوفيات في البرازيل بفيروس كورونا 200 ألف حالة بينما تسارعت الإصابات اليومية إلى نحو 88 ألف وفيما بدأت بلدان غربية عدة حملات تطعيم واسعة النطاق فإن الدول الأكثر فقرا ستبدأ طلقي أولى الدفعات من اللقاح بين نهاية يناير الجاري ومنتصف فبراير المقبل وفق منظمة الصحة العالمية إشكال فردي بين مجموعة الجبان اللبنانيين وعدد من العمال السوريين أخذ منحا تصاعديا أعقبه إحراق مخيم بحنين للاجئين السوريين بالكامل في منطقة المني شمالي لبنان هذه الجريمة التي وقعت في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي أثارت مخاوف اللاجئين وأعادت إحياء جراحهم التي لم تندم البعض بعد مرور أيام على إحراق المخيم ما تزال العائلات التي شردت مشتتة في عدة مخيمات أخرى في شمال لبنان بينما وجد بعضها مأوى بشكل مؤقت عند عائلة لبنانية فإلى أين وصلت التحقيقات في هذه الجريمة وكيف يمكن تفادي تكرار حوادث مماثلة نتابع بعد التقرير ضاقت أحلامهم مع السنوات لتصبح العودة إلى المخيم حلما صعب المنال مأساة اللاجئين السوريين تستمر وتكبر وتصغر الأمنيات كنا قاعدين يعني ما في أي مشكلة أو أي شيء وقاعدين صارنا منذ عشر سنوات نسكن المخيم يعني فجأة وإلا فيه صار في مشكل بعد منه صار الحريق والله تشردنا وصرنا على وجه الناس وطلعنا يعني طلعنا كيف يعني أنا عندي ثلاث أولاد وزوجتي والله يعني فيه منهم كانوا نايمين يعني بدون أحذية بدون شيء هذه المرة ليس بسبب الحرب أو خطأ أو إهمال أو الطبيعة بل أحراق متعمد لمخيم بحنين في شمال لبنان وعويد العمري أحد الضحايا سيدة مطلقة هربت من الموت في سوريا لكنه أبا إلا أن يلاحقها مخيم ميت خيمة بتنحرق بصرف ساعة حرام هالشي وين تروح النسوات وين بتروح الولاد يعني يعني احنا هربنا من الموت من سوريا اجينا ولين الموت في لبنان هون إشكال تطور إلى جريمة بفعل فاعل خلف أرضا محروقة شجاع عبد السلام محمد هربا بحياته وحياة أطفاله مع اقتراب النيران لتستمر رحلة العذاب فورا شلت لدي ولدين حطيتهم بحضني وفي بوابة ثانية اركضت فيهم ما طلعنا المخيم على المخيم النار صارت بالمخيم من تشتت إلى تشتيت ومن تغريبة إلى اقتراب تضيق الأماكن ويشتد البرد على محمد صادق اليوسف والله صرنا بالشوارع يعني أول يوم ويعني ما بعرف كيف صار هيك أنا ما بعرف والحمد لله يعني على كل حال والله هل على وجه العالم شردين يعني عادين عند الناس هذا اللي صار يعني معنا السكن الوحيد الحسرة في القلوب دموع لا تنتهي على الخيم التي عاش فيها اللاجئون سنوات دموع لا تطفئ الحريق تزيد اللهيبة في النفوس والله حتى مرات النام بالممر يعني برا نحنا لأنه في حريم مثل ما بتعرف يعني في مشكلة كبيرة يعني عندنا بس لا حوله ولا غوة بالله يعني احنا مضطرين على هذا الشيء هذا بعد أيام من الحريق بعض سكان المخيم لم يتح لهم إلا العراء مكانا وحيدا وبعضهم وجد مأوى عند أهالي البنطقة من معارفهم أو في مخيمات أخرى عند أقارب لهم الله جابنا جمعة استقبلونا هنا أو انهار بشارة نبت ثاني يوم أمنونا قرفة مؤقتيا الباغ المخيم يعني توزع صارت العيال فوق بعضها المنظمات الخيرية وزعت الأغطية والمواد الغذائية لكن الكارثة أكبر من المساعدات والمأساة أوسع من المبادرات والحملة ثقيل على لاجئين مثل بشير محمد ذرويش وجدنا المساعدات وصاروا يساعدوننا يعني الحمد لله رب العالمين أنه طلعنا سالمين إحنا أولادنا ولكن كل شي عدنا بالبيت كل شي احترأ يعني مخيم بأكمل احتراء ما حد طلع أغراض منه خالص ثم تمن يسأل ما مستقبل أطفال اللاجئين السوريين وهم يلاحقون بالنيران حتى في الخيم البسيطة ولدي بيبيع على الشارع فوقح طرقة الخيمة وتجرت بالشوارع أول يوم أنا تجرت بالشارع حلوة أنا مرة مطلقة أنام بالشارع عندي ولدي صغير لفيته بالكنزة ونيمته بالشارع يعني ما لا حلوة بحقي مرة كبيرة لعمري خمسين سنين تنديد لبناني شعبي ورسمي لهول الجريمة اعتقال أشخاص لا يكفي لتهديئة المخاوف إن لم يكن هناك عقاب رادع نرحب معنا من باريس بسالم باسم سالم وهو محامن وباحث حقوقي أهلا وسهلا بك معنا باسم علمت أنك تتابع هذا الملف عن كثب بداية إلى أن وصلت التحقيقات في هذه الجريمة جريمة حرق المخيم في المني شمال لبنان يعني مثل ما ذكر بالتقرير هو عبارة عن إشكال صار بين عمال سوريين على مثلا مسألة عدة كانت بحوزة العمال السوريين فطالت في أحد المعلمين اللبنانيين اللي عم بشغل هؤلاء العمال السوريين فامتنع صاحب هذه الأغراض بإعطاءه فصار الإشكال بلش الإشكال بأنه قطع الكهرباء على كل المخيم بعدين بلش الإشكال وجمعت مثل عدد من الشباب اللبنانيين فحاصروا هذا الشاب فحرقوا مثلا هذا المكان اللي كانت موجودة فيه هذه المعدات وهذه المستلزمات للبناء بالتالي انتشر الحريق من هذه الخيمة للخيم الثانية لبينما انتشر بكل المخيم تم توقيف ست سوريين اثنين لبنانيين سورية القدر يعني ما بعرف كيف أنه الأغلبية السوريين تم توقيفهم من الأغلبية من اللبنانيين الآن أنا ما فينا أقول لأنه تحييات لسا مستمرة بوقت أصير يعني حتى في البلدان المتقدمة التحييات بيأخذ وقته والقضاء لوقته فأنه العقاب حاليا ما فينا نحكي فيه هلأ عنا حالة إنسانية على الأرض فلازم هذول الناس يتواجد لهم سكن يتواجد لهم مساعدات متابعة التحييات في كتير منظمات تابعة هذه التحييات كانت حقوقيين وإن كانت محامين حتى ببنان مشكولين نعم أشرت إلى النقطة التالية يبدو أن هناك منظمات محلية ودولية وأخرى تابعة للأمم المتحدة تعمل جاهدة على إعادة تأهيل هذا المخيم لي عودة اللاجئين السوريين إليه بأسرع وقت ممكن ماذا بشأن هذه الزبود وما هو مصير هذه العائلات مصيرها عائلات لما نحكي أنه في واضية الممم المتحدة أكيد هي دورة يكون معدوم بإعادة إعمار هذا المخيم بالعكس أنا سأقول مشكورة جهات رسمية لبنانية أنه سمحت بإعادة إعمار هذا المخيم لأنه بنعرف ممكن يكون هو إقامته بشكل غير قانوني لأنه أغلب السوريين اللاجئين موجودين على لبنان أو مو أغلب أن نقول تقريبا شيخ 500 ألف حسب إحصائيات الممم المتحدة غير مسجلين غير واردين بالقيود وأكيد ستواجد من العائلات عدد منهم نحن نعرف هالولادات كلها ما تتسجل هالولادات ما مسجلين بالممم المتحدة منهم يحصلوا على أزون عمل إذن العمل يكلف 200 دولار القوانين تقتل هذا اللاجئ السوري قبل أن تقتلوا الحريقة أو يقتلوا سوق العمل الموجود في لبنان لكن كان هناك كثير مبادرة حلوة من شباب فريق مولها متطوعي فريق سوري بامتياز تم جمع تقريبا 100 ألف يورو من بس أسجالية السورية الموجودة في ألمانيا فتم تأمين المعددات الأولية مثل البراد الفرن تم دفع الأجار لمدة سنة إذا كان محب يرجع تم دفع الخيمة إذا بدوا إيما مرة تانية هون فهي المبادرات الفردية من سوريين لالجئين سوريين بغض النظر عن المبادرة التانية نحكى عن مساعدة وليل أحد السعودي بس ما شفنا هذا الشيء طبعا نحكى عن مساعدات تانية لكن مشكورين كمان العائلات اللبنانية فيني أقول مرة تانية سعيد إشكاله وصار بسبب لبنانيين حرقوا هذا المخيم لكن المبادرات المجتمع الأهلي في لبنان كانت فوق الوصف فضحوا بيوتهم ساعدوهم بالمواد الغذائية وزعوا لهم المواد الاحتراق حتى للتدفئة فأنا برأيي لا المشكلة الحل لكن هلأ ممكن أقول هدول أهل المخيم محظوظين ماذا عن أهل المخيمات التانية في أهل المخيمات تانية في ناس مهجرين من عدة أشهر ببشري تقريبا 1500 شخص أو بالعوائل هدول وين هل هنل وين متواجدين يعني ممكن أقول أنا من حص نحظ هالناس احترق المخيم تابعهم لازم يحترق كل المخيمات لحتى تكون في مبادرات على هذا المستوى على كل هذا الإشكال كما تتفضل بالقول هذا الإشكال ليس الأول من نوع هذه الحادثة تكررت أكثر من مرة لماذا برأيك وما الذي يكشف عنه ما الذي تكشف عنه يعني منوشات وجراء من هذا النوع المناوشات موجودة من قبل ما يصير فيه لجوء ومن قبل ما تكون الحرب فيه سوريا المناوشات موجودة هناك حالة احتقام بين السوري واللبناني بسبب الوجود العسكري اللي كان موجود في لبنان فهذا كله عبت راكم إضافة أن السوري أخذ ما فينا ننكر أنه دور العامل اللبناني وأخذ ضصف مرتب للعامل اللبناني فمشتغل فيه وهذا أنا ما عم بحكي أنه زنب العامل السوري لكن من حاجة اللي توصل لأله إضافة أنه إهمال الدولة السورية لللاجئين الموجودين هذون لازم يتسجلوا قيودهم لازم يمدنوا الرغبين بالعودة يطلع لهم بما أنه وجود في سفارة سورية موجودة في لبنان يطلع لهم مستندات سبوتية لعودتهم لتوطينهم نحكي عن هذا الشي شفنا الإعلام حكي أنه رجعت سبعين عائلة بس كان كله حكي بالهوى مثلا نفترض فريق التيار الوطني الحر فريق جبران باسيل اللي صاروا يهاجموا العاملين السوريين بأماكن عوالهم يرجعوا ع بلدكم طب كان الأولى فيهم أنه هن جزء من الحكومة قبل ما تصير هذه الأزمة في لبنان أنهن يتواصلوا مع الحكومة السورية لإرجاع فعلا هؤلاء العائلات السورية بشكل قانوني أقل لألش يخراج أوراق سبوتية لحتى يقدروا يرجعوا يعني هلأ فيه أولاد ما بنعرف هدول إما تنولدوا ما دخلوا مدارس مفاوضة الأمم المتحدة بتحكي من 2015 عن 300 ألف طفل سوري غير موجودين في المدارس بتحكي عن 500 ألف غير مسجل بس لازم يتذكروا اللبنانيين شغلة ضرورية أنه فيه إنحكي عن 23 مليار دولار هي ودائع لسوريين موجودة في البنوك اللبنانية المساعدات التي تعطيها الأمم المتحدة للسوريين هي بالدولار فبالتالي تنعش السوق اللبنانية السوري الموجود في لبنان يدفع أجار هو لا يأخذ مساعدات من الدول يدفع أجار ويدفع كهربته حتى لو يشتغل فهو يحرك السوق اللبنانية واقتصاد لبنان فبالتالي هو مو عالي على المجتمع اللبناني يعني هم مثل اللاجئ الموجود في أوروبا يعني هذا كتير ما بنحكي عنه بس لازم يتضوع عليه بشكل برأي أساسي نعم باسم على كل نعقب بهذا الحادث صدرت إدانات شعبية ورسمية في لبنان كيف يمكن استكمال هذه الإدانات بخطوات عملية برأيك من جهة وأيضا من جهة أخرى الوقوف دواجة كل من يحاول الاستياد في الماء العكر أكيد الاستياد بالماء العكر يعني أنا مثل ما قلت أنا ما رح أحصب كل هجومي على الدولة اللبنانية وعلى المجتمع اللبناني وعلى اللبنانيين شفنا حرق مخيمات في بالغار للسوريين وباقي اللاجئين شفنا حرق مخيمات في اليونان شفنا معاملات غير إنسانية في دول أوروبية فهذا موحكر على لبنان أو دول عربية تانية لبنان هو يرزح الآن لبنان هو فيه تظاهرات دائمة في الشوارع لبنان أفلست الدولة فلبنان يعني الأولى فيه أنه لحد الآن أنه كيف رح يقدر يتحمل فعم شوف مثل ما أقول له عم فيش أهره بهذا اللاجئ الموجود قدامه بمجرد أنه عم بشتغل ساعة زيادة عنه باليوم أو عبر يطلع له دخل يعيش منه شفنا لبنانيين حرقوا نفسهم بس لأنه ما معهم يدفعوا أصوط المدارس تولادهم فالحالة فعلا يعني هذه أزمة شعبية ما أعرف تفدأ لك يعني أنه وصلنا لدرجة ما يقوس منها هي أزمة شعبية خانقة طالت اللبنانيين وكل اللاجئين كل من يقتن على أراضي هذا البلد وبالأمس صدرت دراسة لمفوضية شؤون اللاجئين أوضحت فيها أن تسعة من عشر أسر تسعة أسر من أصل عشرة تقبع في فقر مدقع في لبنان نتيجة هذه الظروف والأوضاع الاقتصادية المتردية كيف يمكن يعني دعم ومواكبة اللاجئين السوريين في لبنان تأمين المزيد من المساعدات لهم من خلال قنوات خارجية مثلا أنتم في فاريس ما هي المبادرات التي تقومون بها مثل ما قلتلك هي المبادرات كالتالي لأنه كقانونين أو كحقوقيين بتسجيل هؤلاء الولادات هؤلاء السوريين في غضل الممتحدة لمحاولة أوجاد أوراق ثبوتية لإلهم لحتى يدعوا يحصلوا على المساعدات حتى لو كانت تكفيهم الرمق البسيط لحتى يعيشوا فيه المساعدات الفردية من الجاليات الموجودة في أوروبا أو مثلا ممكن بأمريكا مثل ما قلتلك المخيم بإعادة إعماره. بإعادة المستلزمات الأساسية. بس طبعاً راح معه كتير قصص. يعني أحد القصص اللي سمعناها أنه كان فيه شخص كان عب بوفر مبلغ لحتى يستحصل على عقوب إقامة بمئتين دولار. فهو دائماً معه كاش. هو عب خبي هذا الكاش بهذا البيت. بهذه الخيمة. يلي هي أصلاً بيته لأله. هي كل حياته. فتخيلي أنه هاي المأساة. يلي هو كانت كل هالفترة عم جمع. بس ليأخذ هاي الإقامة احترقت مع هاي الخيمة. حتى يكون له وجود شرعي في لبنان. فالمبادرات هي فردية. مبادرات إنسانية بسيطة. أدري المستطع مثل ما منحك. على المستوى الأمني سؤالي الأخير لك. هل تعتقد أن هناك ضرورة لحماية هذه المخيمات؟ أكيد هناك ضرورة. لكن هناك ضغوطات. شفنا حدث تتحرش بالطفل السوري. كيف أن أمه تنازلت بالتحقيقات عن حقه. نسأل ابنه تعرض للاختصاب. ليش تتنازل. معلاتنا نتخيل حجم الضغوطات تعرضت له هاي الأم. فبالتالي أكيد عم نحكي عن عيلا تحقيق. يعني هو بده يضل بأمان. ما بده يستعدي العالم. فتصوري مثلا يجوه هلا أهدو اللاجئين السوريين الموجودين بالمخيمات. يرفعوا زبط مثل ما نقول بلبنان. ضد هؤلاء اللي حرقوا فيهن. أكيد رح يجبرون يتنازلوا. لأنه رح يضلوا مطاردين. شبحت المطاردة. يعني أهدوه بأتلهم أو ضربهم. رح يلاحقوا أنه ما حدا يشغلهم. ببساطة. أشكرك جزيلا. شكر من باريس. حتى لو وجد القانون. يعني حتى عم نحكي نحن حتى نوجد القانون أو الطبق. شكرا جزيلا لك المحامي والبحث الحقوقي باسم سالم من باريس. في شبك هاشتاغ لليوم نرصد أبرز ما شغل القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة مرسلتنا في الدوحة سونيا الوافي. مساء النور سونيا. وألا نسأل بك معنا. إذن هاشتاغ المصالحة الخليجية يتصدر منصات تويتر. فما أبرز التعليقات وردود الفعل التي رصدتها لنا. شكرا لك ندي. طبعا المصالحة الخليجية هي حدث شغل العالم ككل في الأيام الماضية. ومازال يشغل العالم وخاصة العالم العربي ومنطقة الخليج العربي بصفة خاصة. يعني دول الخليج شعوبها ومقيمها تمت بصفة خاصة بهذا الحدث الذي كان ينتظره العالم. تلت ثلاث سنوات ونصف في الختام هذه الأزمة الخليجية. تمت المصالحة فعلا. وابتدى مشوار المصالحة بين قطر والسعودية. وطبعا العديد من التغريدات التي رصدناها في منصة التواصل الاجتماعي. وخاصة عبر تويتر. وهي منصة التي تم استعمالها بصفة كبيرة جدا في الخليج. ونبدأ مع ردود الفعل القطرية جبر الحرمي. الذي غرد لحظة تاريخية فارقة. وصول أمير قطر الشيخ تامي بن حمد إلى العلال. المشاركة في القمة الخليجية 41. وفي مقدمة مستقبليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. عناق أخوي. واستقبال بالأحضان بين الشيخ تامي بن حمد والأمير محمد بن سلمان. وأرفق التغريدة بفيديو لوصول أمير دولة قطر إلى مطار العلا. والسلام التاريخي بينه وبين ولي العهد السعودي الذي شاهدناه. طبعا. ولي العهد السعودي. الذي استقبل كل الوفودة لمشاركة في قمة العلا. بسلام طبعا. عادي. استعمل في كيفة التدبير الاحترازية في ظل جائحة كورونا. ولكنه تفدى كل هذه التدبير وعانق. أمير دولة قطر عند وصوله إلى مطار العلا. نور العيسى غردت. بعد صمود 1310 يوم انتهى حصار قطر. فتحة الأجواء والحدود البرية والبحرية مع المملكة العربية السعودية. الحمد لله والفضل والمن. اللهم نسألك خير هذا الصلح وما فيه. ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم نستودعك أميرنا وشعبنا وبلادنا أرضها وسماءها وبحرها. وحسم هذا الحساب غرده. الحمد لله. والشكر له. والقيادة الوعية والحكيمة التي صبرت. وثابرت. وجدت. واجتهدت. ونالت. ما تمنت. ولشعب بلد قطر. الأبي والمخلسين. المقيمين الذين يعيشون معنا في ودن ومآمن وسلام. طبعا ردود الفعل التي كانت وغزت مواقع تواصل الاجتماعي لم تكن من قطر فقط. بل كانت من دول مختلفة. ورصدنا بعضا منها. ونبدأ من عمان نصر البوسعيدي الذي كتب. هذا هو المشهد الأجمل الذي يمر علينا في عامنا الجديد. كغيث يروي القلوب العطشة للمحبة والسلام. اللهم صلح خير. لا شقاق ولا خلاف بعده. الحمد لله. التغريدة هي عبارة عن تعليق على فيديو وصول أمير دولة قطر إلى مطار العلا. وطبعا سلامه على ولي العهد السعودي. وسليمان العطوي كتب. الشكر لله. ثم لهذا الرجل الذي كان خلف كواليس المصالحة القطرية السعودية. وهو وزير الخارجية الكويتي. الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح. وقد سلم ويسام الكويت ذل ويشاح من الدرجة الأولى. كتب الله أجره وحرم الله وجهه عن النار. وفيصل أبو صليب غردا. قطر أعطت درسا عمليا في الدبلوماسية لدول الصغيرة في المنطقة. في كيفية إدارة الأزمات. ومواجهة التهديدات. ونختم هذا الهاشتاغ الأول بفيديو لتفبل كويتي. زار قبر أمير الكويت الراحل. وليخبره بحل الأزمة الخليجية. وفك الحصار الذي فرضته الدول الأربعة على قطر. نتابع هذا الفيديو. الذي لا قد تفاعل كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع معنا. سونيا نبقى في نفس السياق. وإعادة فتح مواقع سلوى القدودي. بين السعودية وقطر أيضا نتخيل أنه أثار الإيجابية وارتياح كبير. عبر عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فماذا أيضا بشأن ذلك؟ صحيح ندين. كما قلت ليس بعيد عن المصالحة الخليجية. وأن ما في نفس السياق. وطبعا قبل أعلان المصالحة الخليجية في قمة العلاة في السعودية. تم الأعلان عن طريقة وزيرة الخارجية الكويتية. الذي أعلن عن فتح الحدود البرية والبحرية. وفتح الأجواء بين قطر والسعودية. منفذ سلوى أو ما يسمى في قطر بمعبر أبو سمرم. تم أعلان فتحه. ولكن لم يفتح بعد رسميا. لم تمر السيارات إلى حد الآن من خلال هذا المعبر. ولكنه هو المعبر الوحيد الذي يربط برا بين السعودية وقطر. لذلك هذا الأعلان لقى تفاعل كبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من الجانب القطري. وكذلك الجانب السعودي. بما أن هناك عائلات سيتم لمشملها من خلال هذا المعبر. ورصدنا بعض التفاعلات. عيسى العياد كتب منفذ سلوى. الله يحييهم بين إخوانهم. ونحن مع أولاة أمرنا وسمعا وطعا وأمن الخليج أولى من غيره. والإخوان يتفارقون ويعودون لأن أواصل الأخوة لا تزول وإنشبتها بعض الأمور. أيضا خالد عباس غردة بعد 1312 يوما منفذ سلوى يعود مجددا للعمل خلال ساعات. خلف الدسري غردة. شاهد فرحة الشعب القطري بعد فتح الحدود. الله يجمع الشامل ويديم المحبة ويحفظ خليجنا من المرتزقة. طبعا التغريدة مرفقة بفيديو لشباب يحتفلون في سيارة مباشرة عقب إعلان اتفاق فتح الحدود البرية بين قطر والسعودي. نتابع هذا الويديو. اشتركوا في القناة التغريدات والهاشتاغات التي في الحقيقة هي كثيرة وبالالاف خاصة عقب أعلان اتفاق العلا وتوقيع بيان العلا بين دول الخليجية. رصدنا البعض منها وأعود لك نديم. شكرا جزيلا لك سونيا الوافع على هذه الجولة مرسلتنا في الدوحة. وشباب متواصل معكم تتابعون فيه بعد قليل. ألا إبليحة فنانة أردنية تتقمص شخصيات شهيرة مستعينة بمصاحيق التجميل. مراهقة من ذهوك تعيد طباعة كتاب الكلمات الجميلة على طريقة برايل بالرموز الكردية. وفي شبك أخضر نسلط الضوء على أهمية السلاحف البحرية وبعض أصنافها مهدد بالانقراطة ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد ألا أبليحة شابة أردنية خريجة فنون تستعرض مهاراتها في فن المكياج التي تستعين به لتقمص شخصيات شهيرة وهو ما استقطب عددا كبيرا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي في التقرير التالي نتعرف أكثر إلى ألاء إلى فنها وطموحها ونتحدث معها مباشرة بعد ذلك لو لا تسريع الكاميرا لا استغرق تحويل آلاء إلى فريض الأطرش ما بين ثلاث وسبع ساعات فتقليد شخصيات ومشاهير يحظى بالمتابعين على تطبيق تيك توك صراحة هو شعور محمس أنه بالنسبة لي أنه أطلع من نفسي حتى لمدة ساعة أو ساعتين وأفوت بشخصية تانية أحاول أشوف كيف حركاتها كيف تتصرف أو أفوت بعالم هاي الشخصية هذا لحاله إشي إشي غير يعني بطبعك من روتين حياتك من الملل الممكن يكون في الحياة المكياج وحده لا يجعل الشخصية تطنبض بالحياة بل يحتاج إلى أداء مقنع أنا لازم بعد ما أخلص هذا الميكوب لازم أعمل سكتش هو بغني أحاول أقلده عشان يزبط لأنه لازم تكون تقلد الشخصية بحركاتها وفايشل إكسبرشنز عشان يبين معك آلاء التي بدأت الحكاية معها بالمقالب المضحكة اعتادت منذ الطفولة محاكاة شخصيات درامية نحن كنا نحن صغير نعمل بسلسة الباب الحارة نرسم شوارب وهاي القصص بعدين شوي شوي صرت أعمل مقالب بأهلي أرسم على وجهي وأطلع أعمل فيهم مقالب سبشر لأمي سامحيني وبعد هيك في يوم قررت أعمل فنان سنوك دوغ عملته ونشرت الموضوع كان بس ستوري كان مزح الناس عجبها صارت تطلب أسماء فنانين أني قال لدهم الناس يحبون متابعة من يرسم على وجوههم البسمة ويدخلوا إلى حياتهم بعض الترفيه لكن الأمر ليس سهلا كما يعتقد البعض رسالتي أنه أول شيء بالنسبة لأي فنان ما تستهتر أو ما تستقل بكمية المجهود اللي تنحط في ناس كتير عم تفكر أنه أش فنان أو رسام شو بيعمل بالنهاية رسمة يعني ما لها أي داعي وهذا الحكي أبدا من الصح نكفي الفيدي باك اللي أنا عم تيجين أنه في ناس بتوصلني منها رسائل أنه أنا كتير بس بستنى تنزلي أو بمبسط لما أشوفك بتطلعيني من الجو اللي أنا فيه مواقع التواصل الاجتماعي ليس أقصى طموح لألاء وتحلم أن ينتبه إلى مهاراتها صناع الدراما على أمل أن تعمل يوما ما في مجال الأفلام ونرحب معنا من عمان بألاء أبليح الفنان البصري ألن وسهلا بك معنا يعني ما معقول هذا التحول في الشكل الذي تقومين به وتستحضرين الشخصية عادة ليس فقط من خلال الشكل وإنما أيضا من خلال الأداء هذا بالتأكيد بحاجة إلى جهد ومثابرة ودراسة للشخصية أخبرين عن الكواليس عن كواليس هذا العمل هذا الفن كيف تحضرين كل ذلك أول شي شكرا كثير صراحة هو الموضوع كثير ممتع بالنسبة إلي أهم إشي أنه أنا بطلع من حياتي وبفوت بحس حالي بفوت في حياة حدا تاني يعني من الكاركتر زي اللي أنا بعملها وش سمتن يعني صعب أي حدا يحس فيه وغير هيكل هو الموضوع صح فيه مجهد يعني بيأخذ وقت طويل بس متعة كبيرة بالنسبة إلي ألا كيف تطورت مهاراتك خاصة أنه عندك ولع بهذا المجال منذ الصغر هلأ أنا من أول ظهور ولما أجيت أفوت على الجامعة قررت أتخصص بالفنة البصرية ومنها يعني هي أساسا من الوضوع اللي أنا بعمل ومعتمد على الرسم يعني عن الإضاءة والنور على أساس قدر أطلع الملامح اللي أنا أطلحها وبرضو هذا ساعدني من الأشياء اللي تعلمتها من الجامعة وغير هيك البراكتس برضو مع الوقت يعني بخلي الواحد عنده خبرة أكتر شبرة طبعا ما هي أكتر ضد الفعلة التي تصلك من قبل المتابعين ومن هي عادة الشخصيات التي تطلب منك أو التي تثير الاهتمام هلأ الشؤال صرف بالنسبة الفيتباك هي بري فاستيباك الحمد لله يعني ما مش كتير ميصال لليجة الفيتباك بخصوص الكاركتر التي تنتظر بني يعني أغلب الشخصيات هي يا شخصيات مكتورة للزبل أو شخصيات تكون ثانية يعني 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 كل عندها شي ربما غريب أو ليس اعتيادي على كل تحلمين بتوظيف كل هذه الموهبة وهذه المهارات في مجال الدراما والتمثيل كما فهمت أين بالتحديد كيف يمكن لك أن تحقق هذا الحلم هل عندك تصور معين بالنسبة للخطوات المقبلة بالنسبة للي أنا عادي عم تصغل في حاجة لحد ما ألاقي الفرصة يعني حتى تشتني قوي تستغل اللي أنا عندي أو أنا رحضت لحاول لحد ما أوصل يعني نتمنى ذلك بتستهل لأنه موهبة أيضا يمكن أن تتطور أكثر فأكثر يعني حتى الآن كل هذا مجهود شخصي أتخيل دون إدارة ربما محترفة أو فريق عمل يمكن أن يوجه كل هذه المواهب التي تتمتعين بها من هي الشخصيات اللي عبالك أكثر ربما تجسيدها في المستقبل يعني هل بماذا تعيدين متابعيك أنا شوي عمل ترمب فإحتمال كثير كبير أعمل برد بايدن أو أوباما احتمال يعني يعني هلأ نقول جو بايدن بالزبط سنتابع جو بايدن معك ألا بلايحة شكرا جزيلا لك الفنان البصرية من عمان في محافظة دوهوك في إقليم كردستان العراق طباعة المراهقة ريزا أحمد ستة نسخ من كتاب الكلمات الجميلة على طريقة برايل بالرموز الكردية أتحى هذا للمكفوفين في دوهوك فرصة التمتع بهذه النسخة تسعى هذه الشابة لإنتاج مزيد من الكتب في بلد يفتقر للمرافق الخاصة بثوي الاحتياجات الخاصة ومستلزماتهم التعليمية ريزا أحمد مراهقة ضعيفة البصر أتاحت لمكفوفي أبناء محافظة هدهوك في كردستان العراق الحصول على نسخ بطريقة برايل برموز كردية بعد تحويلها كتابا قصصيا مطبوعا باللغتين الإنجليزية والعربية بوساطة آلة برايل كاتبة إلى نقاط نافرة تمكن متحسسها من قراءتها هذا هو أول أعمال لتحويل قصة مكتوبة للمبصرين إلى كتاب مطبوع بطريقة برايل أو كتابة للمعاقن بصريا جاءت الفكرة من عدم وجود كتب برايل متاحة لضعاف البصر لقراءتها وإن وجدت فستكون باللغتين الإنجليزية والعربية تكافح الشابة لإنتاج المزيد من هذه الكتب خلال عثورها على مطبعة خاصة بطريقة لبريل فالطباعة بوساطة الآلة الكاتبة تستغرق أيام وأشهر استغرق الأمر ثمانية أشهر لإنهاء هذا العمل وكتبته بأسلوب الطباعة كما هو أمامي لقد طبعته بنفسي وكل المخطوطات كانت مكتوبة بخط اليد فرق كبير أحدثته نسخوريزا الست من كتاب كلمات جميلة فهي أتاحت للأشخاص المعاقن بصريا في دهوك من الوصول إلى محتوياته والتمتع به لم يكن هناك كتب متاحة حتى أثناء دراستنا في السنة الأولى في المؤسسة كان البرنامج الدراسي مكتوبا بشكل عادي لم يكن هناك أي طريقة بريل لا في الكتب ولا في الأوراق أنا سعيدة جدا لأن الكتابة بعلنة كتاب يمكن للأشخاص المعاقين بصريا الاستمتاع بي ذوي الاحتياجات الخاصة يكابدون في بلدان تفتقر لمرافق خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات العامة ووسائل النقل والمدارس فتحت ريزا بابا يمكن عشرات الأولاد والبنات من القيام بالعمل نفسه مما يمكن المكفوفين قانونا من التحسين والوصول إلى المستوى الذي يبحثون عن وتسمى طريقة بريل نسبة مخترعها الفرنسي لويس بريل الذي اهتمد طريقة شفرة عسكرية حولها لنظام كتابة ليلية الفبائية بتحويل الأحرف لرموز بارزة على الورق ما يسمح للمكفوفين بقراءتها عن طريق حاسة اللمس وجهتنا الآن اندونيسيا هناك وفي شواطئ المحيط الهندي المتلاطمة يمكن العثور على ستة من أنواع السلاحف السبع الموجودة في العالم فهذا الأرخبيل يضم أكثر من سبع عشرة ألف جزيرة وهو موطن لمجموعة مثل من مكونات الحياة البحرية والبرية الغريبة التقرير التالي يصلت الضوء على جهود حماية السلاحف البحرية وبعضها مهدد بالانقراض سلح فات سريعة على غير المعتاد تتجه إلى المحيط الهندي على شاطئ بانيوانجي في اندونيسيا حيث تعشش العديد من أنواع السلاحف هذه السلحفات الصغيرة فقست في الليلة الفائتة حيث عثر الحراس على أنثى عملاقة وضعت أكثر من مئة وستين بيضة تحمي نفسها بأكوام الرمال من الحيوانات المفترسة كنا محظوظين لأننا وجدنا سلحفات تضع بيضها من الأفضل مراقبتها فقط من الخلف أو من جانب السلحفات لا تقف المقدمة أو تتجول حول سلحفات ولا تلمسها وحدهم الحراس يمكنهم فعل ذلك تحت أنظار دعاة الحفاظ على البيئة في حديقة وطنية اندونيسية تنقلب السلاحف على ظهرها لكنهم لا يتدخلون يتركونها ترسم محيطها بأمان تنضج سلحفات البحرية في عمر الخامسة والعشرين لذا تم إطلاق سراحها اليوم فربما نلتقي بها مرة أخرى بعد خمسة وعشرين عاما السلاحف هنا آمنة بل ومرتاحة أيضا بعدما حبس فيروس كورونا السياحة في بلادهم لقد مرت شهور بدون سياح لذا فإن سلوك الحيوانات عاد إلى ما كان عليه في البرية في السابق كان سلوك الحيوانات مرتبطا بما يفعله السياح بين السياح تتصرف الحيوانات بعدوانية في هذه الجهة من العالم يعتبر بيض ولحم سلاح في البحر طعاما شهيا لكنها محمية من الصيد الجائر بموجب القانون الإندونيسي وجهود دعاة حماية البيئة ونرحب معنا من تونس العاصمة بالنشط البيئي حسام حمدي أهلا وسهلا بك معنا حسام يعني على ضوء هذا التقرير الذي تبعناه للتو نصلت الضوء على أهمية السلاحف البحرية أين تكمن أهمية هذه السلاحف؟ أين توجد ما هو الغنى الطبيعي الذي تمثله وتجسده؟ أولا السلاحف يعني توجد تقريبا في كامل المحيطات باستثناء المحيطات القطبية يعني وقصدنا بالقطب الجنوبي والشمالي فهي تكتب موجودة في المناطق التي لها مناخ استيوائي أو مناخ شبه استيوائي أهمية السلاحفات كونها هي كائن محوري ومهم جدا في الحفاظ على الصحة وسلامة وتوازن تسلسل الغذائي بما أنها تقتات من الأسفنج مثلا وقنفض البحر والذي يشكل خطرا على الشعب المرجانية أيضا تقتات من عديد العشاب البحرية ويقع تقليمها والحفاظ على الصحة لتمكن الكائنة الأخرى أيضا من الاستفادة من الشعب المرجانية وهذه العشاب إذن فهي لها دور مهم جدا في الحفاظ حتى على حياة الأسماك والفقريات وأيضا عديد الكائنة نعم عفوا يعني بعض هذه السلاحف البحرية مهددة اليوم بالانقراض هل تعلمون أين تحديدا في أي محيطات أي بلدان وما الذي قد يترتب عن إمكانية انقراضها هي للأسف معناها مهددة تكون تقريبا في كامل المحيطات لسبب بسيط وهو أم المشاكل وهو التلوث معلومة ناسية أن أذكرها وهي أن السلاحف تقتات أيضا من القنادين البحر وقناد البحر هي يعني يشكل يقتات أيضا من اليراقات الأسماك فالتلوث البلاستيكي أو أيضا بعض الكيس البلاستيكية المتواجدة بكثرة في محيطاتنا يعني خاصة وأنا نلقي حوالي ألف طن من البلاستيك يعني كل ساعة في عرض المحيط في يعني يقع الخلط بالنسبة للسلاحفات بين الكيس البلاستيكية وقنادين البحر فتلتهمها فتختنق فبالتالي مما يؤدي إلى تقليص من وجودها كما قلت يعني هو المروث لكن التلوث يعني لا ينحصر في البلاستيك وحده بل أيضا يشمل بعض البقعة النفطية يشمل أيضا بعض المواد الكيميائية التي تقع إفرازها وللأسف من بعض الصناعيين أو الصناعات المحاذية للبحر زد على هذا سوء التصرف يعني في عديد المحيطات عفوا في عديد السواحل مثال صغير يعني السياحة الشاتئية الغير مدروسة والغير بيئة تؤثر سلبا على مكان تعشيش السلاحف مثال صغير مثلا عندما تولد السلاحف الصغيرة يعني أي عامل طبيعي وخاصة الضوء يعني يحيد توجه السلاحف إلى البحر ويجعلها تتوجه إلى خارج إلى التربة يعني وبالتالي لا يمكنها اللجوء إلى البحر أيضا مشاكل المناخي اللي يجب أن ننكرها كما نعلم أن هناك يعني الارتفاع نسبة المياه والذي يكتسح أماكن تعشيش السلاحف أيضا ارتفاع حارة يعني بعض الشواتئ وهو مؤثر سلبا على البيوذ التي وقع وضعها يعني عندها أسباب فهدد هذه السلاحف اليوم السام هناك مشاريع تمول في هذا الإطار لإنقاذ السلاحف البحرية على أي أساس يعني تبرمج هذه البرامج وخاصة أنه في تونس أيضا هناك مبادرات للحفاظ على هذه السلاحف هناك يبدو أنها تتعرض أيضا للصيد العراضي بالضبط لأنه احنا في ثقافتنا العربية معروف المشكل في تونس هو مشكلتين بالأساس أو ثلاث مشاكل يعني المشكل الأول أبغى في التلوث كما ذكرت وأيضا هناك يعني في سواحل خليج جابس هناك المجمع الكيميائي الذي يضخ كميات كبيرة من المواد الملوثة المشعة وأقصد هنا بمدد الفوشموزيبس وهي تضر بالسلاحف وخاصة أنها أماكن تعشيشها كانت موجودة في جابس أيضا المشكل الذي يجب الحل الذي يجب أن نتوجه إليه هو تحديد أماكن تعشيش هذه السلاحف المشكل القامة ليس في تونس فقط لكن في حوض البحر الأبيض المتوسط وأيضا في جانب من المحيط الهندي هناك الصيد الجائر لأنه هناك بعض تقاليد المجتمعات التقليدية منها العربية منها والتي تعتقد أن هناك أسدما يعني تأكل هذه السلاحف أو بيوذها يساهم نوعا ما في حسب بعض المعتقدات في يعني تحسن في الشهوة الجنسية لدى الكائن البشري لأسف هذه هناك عديد المعتقدات رغم أن هناك الصيد محظور في تونس لكن هناك أن نشاهد بصفة مسترسلة من صيد هذه الكائنات إذن مهم جدا تحتيد في بدء الأمر تحتيد أماكن تعشيش هذه السلاحف وإبعاد كل ما يمكن أن يؤثر عنها سببا سواء إبعاد الزحف العمراني أو إبعاد السياح أو أيضا إبعاد المنطقة الصناعية المحاذية لأماكن تفريخ السلاحف أشهرك جزيلة شكر على كل هذه المعلومات الملمة حقيقة النشط البيئي حسام حمدي من تونس من هو جراهام شيما؟ جراهام شيما طفل أغندي يبلغ من العمر سبا سنوات يعشق الطائرات ويعرف الكثير عن علوم الطيران لدرجة أنه شغل وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ولفت انتباه شخصيات مرموقة كالسفير الألمني الذي دعاه للاجتماع به عندما كان عمره ثلاث سنوات تحطمت طائرة شرطة صغيرة فوق منزل جدة جراهام وهو ما حول كل اهتمامه باتجاه الطائرات وآلية عملها مثال جراهام الأعلى رجل الأعمال الكندي الأمريكي إيلون ماسك وهو يحلم في أن يرافقه يوما ما في رحلة إلى الفضاء سبع فقط ويعرف مهاراتي وعلوم الطيران جراهام شيما طفل أوغندي يسابق السنوات موهبة مبتكرة صوتها يحاول أن يعلو فوق هدير الطائرات في المستقبل أريد أن أصبح طيارا ورائد فضاء كنت مهتما بعلم الفلك لأنني أردت الذهاب إلى المريخ والقمر جراهام يعشق الرياضيات والعلوم حلق ثلاث مرات على متن طائرة صغيرة كمتدرب في معهد لعلوم الطيران أرى هذا الكابتن واحدا من الطيارين الاستثنائيين الذين سيلهمون العالم بأسره سيلهم الجيل الحالي بكباره وصغاره ويتحدى الوضع الراهن الكابتن شيما شغوف بالطيران ويحب كل ما يحتويه أحلام جرهم كبيرة برغم سنه الصغيرة يسافر يوما إلى المريخ ويعانق النجوم وبعض الصعوبات لا يجب أن تقف في وجه الحالمين الطيران مكلف ويخشى كثير من الأشخاص التوجه إلى مجال الطيران ولأن العديد من الأباء يعرفون ذلك وأنه أمر مكلف للغاية ينتهي الأمر بالعديد من الأطفال بذهاب إلى اهتمامات أخرى بدلا من الذهاب إلى مدارس طيران حتى إن أحبوه العلم في الصغر كالنقش في الحجر هو نور أوله اهتمام بالأشياء وجرهم يحدث بعلمه وتعلمه السريع ضجة كبرى بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من شبابيك أشكركم على حسن المتابعة ونلتقي في الغد عند الرابعة بتوقيت جرينج السادسة بتوقيت القدس إلى اللقاء اشتركوا في القناة